السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شروري أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا يزال اللقاء متواصلا بنا مع أسماء الله الحسنة واليوم بمشيئة الله عز وجل نلتق اسما من أسماء الله الحسنة له تعلق بالاسم الذي قبله قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم موعدنا اليوم مع اسم الله البارئ كيف ورد هذا الاسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما معنى هذا الاسم وكيف نفرق بينه وبين اسم الله الخالق وما معنى هذا الاسم في هذا الكون أو آثاره في هذا الكون ثم ما الأثر الذي يكون في حياة المؤمن بإيمانه باسم الله البارئ هذه العناصر كلها هي التي نريد أن نتحدث عنها بمشيئة الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودات فابتداء نقول ورد هذا الاسم في كتاب الله سبحانه وتعالى معرفا بالأنف واللام كما في قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة وورد كذلك مضافا كما في قوله تعالى في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وورد كذلك بالفعل الذي يتضمنه هذا الاسم قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وأما ورده في السنة فلقد أخرج البخاري في صحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي غير ما في كتاب الله فقال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه أي لا أعلم عندنا شيئا من ذلك ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيحة فقال أبو جحيفة قلت وما في هذه الصحيحة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر قال العقل أي أحكام الديات وفكاك الأسير أي لا نترك أسيرا في أيدي أعدائنا حتى نفكه ونستنقذه منهم وأن لا يقتل مسلم بكافر أنه لا يجوز لنا أن نقتل مسلما بكافر بحال فهذا الذي قاله علي رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث فيه رد على المفتدعة من الشيعة الذين يزعمون أن هناك وحيا قد أنزله الله سبحانه وتعالى على فاطمة أو على علي قال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وأخرج البخاري وأحمد وغيرهما من حديث بالتياح قال قلت أو سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش فقال له كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين فقال عبد الرحمن جاءت الشياطين من الأودية وانحدرت من كل واد ومن الجبال ومعها شيطان يحمل شعلة في يده يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعبا وقال بعض الروابه جعفر أحد رجال الإسناد قال وأحسبه قال جعل يتأخر فجاء جبرين فقال يا محمد قل قال ماذا أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا ثاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فطفئت نار الشياطين وهزمه الله سبحانه وتعالى فهذه هي الأدلة على اسم الله البارئ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المواضع التي ورد فيها هذا الاسم الكريم مع ما يدل عليه من صفات أو فعب لكن ما معنى اسم الله البارئ قال القرطبي رحمه الله تعالى وأصله من تبر الشيء من الشيء يعني انفصاله يعني انفصاله وأصله من تبر الشيء من الشيء يعني انفصاله فالخلق قد فصل من العدم إلى الوجود كما قالوا قديما ومنه برأت من المرض برأا بالفتح وهي لغة أهل الحجاز ويقول غيرهم برئت برأا وبرئت منك ومن الديون ومن العيب براءة ومنه المبارأة للمرأة وقد بارك وقد بارأ شريكه والمرأة أي جعل نفسه في حل منهما وقال الزجاج رحمه الله تعالى في تفسير أسماء الله الحسنة قال البرأ خلق على صفح فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروء وذلك لأن البرأة من تبرئة الشيء من الشيء أي انفصاله عنه كما في قولهم برأت من المرض وبرأت من الدين أبرأ منه فبعض الخلق إذا فصل من بعض ثم يفاعله بارئا وقال ابن الأثير ما حصله إن البارئة يدل على صفة في الخلق وهذا الخلق الذي يستعمل فيه نفظ البارئ إنما يستعمل في الأحياء وأما الجمادات فلا يقال فيها البارئ ولذلك يقال بارأ الله النسمة وخلق الله السماوات والأرض وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور قال الخلق التقدير والبرء الفري وهو التنفيذ وهنا ننفت النظر إلى الفرق بين الخالق والبارئ سبحانه وتعالى فهنا قد اجتمع اسم الله الخالق مع اسم الله البارئ مع اسم الله المصور في نص واحد ولا شك أن بينهم تفاوتا في المعنى ولا شك أن هناك فرقا بين كل اسم من هذه الأسماء والحقيقة أن هذه الأسماء الثلاثة حالها كحال بعض الألفاظ التي وردت في القرآن إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت بمعنى أن الإسلام والإيمان مثلا إذا داء في نص واحد فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة والإيمان بمعنى العقائد الباطنة ويكون حينئذ الإيمان أعلى من الإسلام وأما إذا جاء الإيمان في نص ولم يكن معه لفظ الإسلام فحينئذ يراد بالإيمان الدين كله ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب أمنى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فلما اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد فرق الله بين الإيمان والإسلام وكما في حديث جبريل عليه السلام ولكن إذا جاء لفظ الإيمان في نص واحد ولم يكن معه لفظ الإسلام فحينئذ يراد به الدين كله كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين إلى آخر هذه الآية ففسر الإيمان هنا بالدين كله وهذا هو الذي ينبغي أن نفمه كذلك فيما معنى فالخالق مرحلة تتم قبل مرحلة البارئ قبل مرحلة البارئ فالخالق سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الخلق والبارئ هو الذي يجعلهم في وجود يتناسب مع مهمتهم والغاية التي يخلقوا لأجدها فالبارئ سبحانه وتعالى هو واهب الحياة للأحياء الذي خلق الأشياء صالحة ومناسبة للغاية والمهمة التي أرادها سبحانه وتعالى فهو سبحانه الذي يتم الصنعة على وجه التدبير ويظهر المقدورة وفق سابق التقدير قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه وهنا ننبه أو نستخلص للبارئ عدة معاني فالمعنى الأول أن الفرق بين الخالق والبارئ أن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي قدر الخلق والبارئ هو الذي أوجده على صفة معلومة تتناسب مع خلقه هذا هو تتناسب مع خلقه